في كل يوم، في كل صباح، في جوانا البنوت الجميلة الحلوة، اللي بتصحى تفتكر حلمها زمان، كانت بتحلم بإيه؟ العش الهادي وفارس الأحلام، عشها بكل التفاصيل اللي كانت في خيالها الألوان، الزخارف، كل حاجة حلوة كانت بتتخيلها وهي صغيرة، بتفتكرها وتبص حواليها يمين وشمال، يا ترى اللي أنا شايفها ده صورة من حلمي لما كنت بنوتة صغيرة في بيت بابايا وممتي يا ترى اللي أنا عايشة فيه ده هو حلمي؟ ولا أنا فين؟ أنا فين من الحلم ده؟ أنا فين من الحياة اللي صنعتها في خيالي بكل تفاصيلها، بكل ألوانها صوت، صورة، ريحة يا ترى أنا عايشة حلمي أحيانا بتبقى الإجابة صعبة قوي لما نلاقي نفسنا بعيدنا عن اللي كنا رسمينه في خيالنا، عن اللي احنا بنحبه، عن المأمول، عن الحلم، ونلاقي نفسنا شايلين، شايلين قوي، شايلين كتير، وتحت الشيل والأحمال دي كتفنا، تعبت، وقلوبنا عجزت، ساعتها لازم نقف، واقف مع نفسنا، ونشوف الفجوة ما بين ما كان مأمولاً وما هو واقع، يا ترى أنا واقعي، شبه الحلم اللي أنا حلمته لما كنت صغيرة؟ يا ترى أنا واقعي، فيه التفاصيل اللي قعد مخي الصغير يرسمها ويركبها تفصيلة فوق تفصيلة؟ يا ترى لون حلمي، هو نفس لون واقعي، ولا بعدت أوي؟ يا ترى أنا لسه الوردة المفتحة الجميلة، الفراشة الرشيقة، ولا أنا بقيت كائن تاني غريب عني، مش عارفة نفسي، وتفاصيل واقعي، مختلفة تماماً عن تفاصيل حلمي، وتفاصيلدهم، lipروحة جزء يادم niye مسألة بالز mouse وتفاصيل شهاية كنا هدمان والضربره أصاعد Dit нашем شعر كنا داخل من داخل ن كبنا ا invertedكار ومع از مشروعا صغيرة للحفق وتفاصيل وتمول كبرأة جزء تفاصيل حِ falوك وتفاصيل منцу تفاصيل مواك لكن مهما كنا بعد وقعنا مختلف عن حلمنا نقدر نجيب حلمنا تاني ونقوله تعالى هنا انت روحت فين تعالى فكرني بكل التفاصيل خليني أبنيها حتة حتة واخلقها حتة حتة في حياتي ومهما كانت الدنيا ظلمة لسه برضو فيه النور اللي آخر النفق صباح الخير ازايكم حبيت اصبح عليكم واشرب معكم القهوة وأكلمكم على رسالة جات لي من صديقة من صديقات القناة والرسالة جات لي من فترة بس طبعا لما انشغلت في رمضان ورمضان فودكاست مع حنانة هواد ما قدرتش أجاوب على رسالة بتاعتها لكن جاوبتها بعتلها رد الرسالة بصراحة حزنتني شوية هي زوجة شبه جديدة بقالها خمس سنين متجاوزة وعندها أولاد وقالتلي الحياة اللي أنا عيشاها في بيتي مختلفة تماما عن الحلم اللي أنا كنت رسمها في خيالي وبتتكلم على ان البيت مش نظيف وان هي مش قادرة يعني تواكب مع متطلبات البيت ومتطلبات الولاد وان في مشكلة جمدة قوي بينها وبين جوزها بسبب ان البيت مش نظيف وانها حزينة وان هي بتتوقع في أي لحظة من اللحظات ان هما يتطلقوا ينفصلوا وان الأسرة دي تتهد وده اللي خلاني جاوبتها بسرعة وقررت بقى النهاردة ان أنا أكلمكم على إزاي أنا رديت عليها خلوني الأول أجيب القهوة بتاعتي لما بتجيني رسالة من الرسائل دية أو لما حد بيطلب نصحتي أو مشورتي بحاول إن أنا ما أصدرش أحكام عليه ما أصدرش أحكام عليه إن هو إنسان فاشل أو إن هو إنسان وحش أو إن هي ستة كسلانة أو إن هي زوجة مش كويسة أو العكس إن هو إنسان مظلوم أو إن مراته هي اللي وحشة أو إن جزء هو اللي وحش أو أي حاجة من الحاجات دي وبعد أقرأ الكلام مرة ومرة ومرة عشان أشوف إيه اللي مكتوب وإزاي ده حيساعدني إن أنا أفهم الموقف واستوقفتني كذا حاجة بس أولهم كانت مش ده اللي أنا حلمت به وساعتها عادت أفكر أخوة أنا قبل ما أتجاوز كنت بحلم بإيه وافتكرت مامتي كمان وهي بتكلمني في موقف معين هقول لكم عليه وإحنا قبل ما نتجاوز وإحنا لسه بنانيت لطاف حلوين في بيت بابانا ومامتنا بنحلم بالجواز على إن هو فاريتال على إن هو قصة رومانسية من قصص ديزني وإن هيبقى عندنا أحلى بيت وأحلى فرش وأحيانا كمان نوعد نتخيل التفاصيل اللي حتبقى موجودة في البيت ده وإيه الألوان اللي أنا بحبها وإيه الحاجات اللي أنا عايزاها في بيتي وإيه الرومانسية اللي حتبقى بيني وبين جوزي والكلام ده كله ده المأمول ده الحلم ده المتوقع وبعد كده بنتجاوز مش هقول بقى إن إحنا بنتصدم بالواقع وإن الجواز كذا وإنه كذا وكذا وكذا الجواز عبارة عن اتنين شركة في مركب واحدة في بيت واحدة بيمشوها فليهم كل واحد عليه حقوق سوري كل واحد له حقوق وعليه واجبات ومن واجب الست إن هي بصراحة تحافظ على الحلم بتاعها وإن هي تعيش الحلم بتاعها تحوله لواقع زي ما روحتي وشتريتي وأعادتي تنقي الكريستال وأعادتي تنقي السجاجيد وأعادتي تنقي النقشة اللي ما عرفش فين والتابلو ده فين والكلام ده كله عليكي مسؤولية صيانة هذا الحلم عليكي مسؤولية الإبقاء على المكان ده أعايز أقول لكم إن بعد عشرين سنة جواز عفشي مش هو هو ولا مكاني هو هو وفي حاجات جديدة جبتها وفي حاجات غيرتها وغيرت تركيبة الألوان كذا مرة لكن يبقى شيء واحد هو مسؤوليتي تجاه المكان ده اللي أنا فيه ولا أنا قلت من كذا مكان وكذا بلد إن أنا أخليه دايما دايما قريب من حلم البنودة حنونة الصغيرة اللي في بيت باباها اللي بتحلم إنها زوجة وملكة مملكتها وكل الكلام ده أقول لكم بقى على والدتي قالتلي إيه مر زمان قوي قبل الغسلات الفول أوتوماتيك كان فيه غسلات العادية غسلات إيديا للعادية اللي كانت في كل بيت مصري من بيوتنا وبعدين الغسيل كتير وبنغلي فانالات بابا وبنزخرها وأنا كنت شايفة إيه دا كله إيه الخطوات دي وإيه الحاجات دي وماما ما كانتش بتشرح لي سبب كل خطوة فأنا شايفة عب وشايفة شغل كتير قوي 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 وحاجة تهد الحيل فقالتلي إن في فترة من الفترات ما كانش عندهم غسلة وهم صغيرين وكانت والدتها بتخسل كل حاجة على أديها وبعدين ماما بتقولي إنها قالت لمامتها قالت لها لا 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 وانت تفتكري إن أنا لما هكبر وهتجوز هعود أخسل كده زي ما انت بتخسلي لا ده أنا القطعة الهدوم اللي هتتوسخ هرميها واشتري غرام فترة قالت لها يبقى أنت عايزة واحد غني قوي 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 ولو إني حتى أشك إنك لو تجوزتي واحد غني قوي 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 حيرضى باللي أنت بتعملي ده ماما كان في خيالها حل فأنا كنت معطاردة على الغسيل ويوم الغسيل وقرف الغسيل والكلام ده ولكن بالنسبة لماما ده كان أهون بكتير قوي 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 من اللي كانت بتعمله والدتها كان حلمها حاجة أحسن من اللي عاشت فيه والدتها وحاولت تحافظ على الحلم ده وحاولت تحافظ على حياتها الجميلة أنا كمان كان فيه حاجات بقول لا 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 أنا مش هبقى زي ماما أنا هعملها بالشكل الفلاني أنا هعملها بالطريقة الفلانية أنا هسهل على نفسي كذا أنا هسهل على نفسي كذا وغيرتها بس أهم حاجة أني حاولت أن أنا أحافظ على حلمي وحافظ على مكاني ومش أنا بقى قلت أن أنا هبقى ملكة في مملكتي ماشي الملكة عليها مسؤوليات ملكة النحل مش عندها الشغالة كلهم بيخدموها لا ملكة النحل عليها مسؤولية كبيرة جدا في مملكة النحل أنها تبقي على هذه الخلية تجيب الأولاد وتكبرهم وهي اللي بتعمل غذاء ملكات النحل وهي اللي بتعمل لو ماتت الملكة الخلية بتنهار فلصديقتي الجميلة دية زي ما أنا وإنتم كل واحدة فينا كان عندها حلم هي كما كان عندها حلم وصدمت بأن في حاجات ما توقعتهاش وده شيء طبيعي جدا جدا ويمكن أنا عارفاه في البزنس وعارفاه في الميكانيكا أن ما هو متوقع جزء من اللي هيتحقق بس مش هو كل اللي هيتحقق مش هيبقى هو كل الواقع عشان كده مثلا عندنا في البزنس بلانيج بنعمل سيناريو بلانيج بنعمل كذا سيناريو للوضع عشان نشوف لو في حاجة من المعايير اللي احنا حطناها اختلت هيحصل إيه حاجة تانية كمان ريسك مانجمنت ده جزء كبير جدا جدا من أي مشروع من أي شركة من أي أورجنيزيشن من أي مؤسسة والجواز وبيتنا وأسرتنا مؤسسة فإدارة المخاطر إيه المخاطر اللي هتقابلنا ونتوقع إيه وحنرد عليها إزاي وإيه الاستراتيجيات اللي هنعملها وكل الكلام توا بس وإحنا صغيرين ما عندناش الوعي ولا الإدراك ولا الخبرة إن احنا نفكر في الحاجات دي عشان كده ما هو مأمول بيختلف كتير قوي 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 عن ما هو واقع فالنهاردة دعوة لي وليكم والصدقتي الجميلة لو أنت بتتفرجي إن احنا نرجع نحب بيوتنا تاني ونحب حياتنا تاني وأهم حاجة إن احنا نخلق فيها البركة دي بقى النقطة التانية بقى إن هي بتقولي إن مامتها قالت لها ما هو أصل أنت كده أنت من وين تي صغيرة ربنا نازع منك البركة بصراحة الكلمة خضيتني قوي طبعا يعني أكيد الأم كانت بتقول الكلام ده وعشان تنحرار بنتها شوية بس يعني البركة في حياتنا ده شيء جميل قوي 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 وحصل مواقف كتيرة في حياتي فهمتني معنى البركة أول حاجة كانت جدتي بتحكيلي إن هم زمان يعني جدي تعرض لحالة مرضية وحشة جدا جدا وأصبح مقعد بعد ما كان زابط في الجيش وهيلمانه وكان طول بعرضه وبدل وكرفتات وبقى قاعد مقعد وطبعا في سن ال42 سنة لما يتحول لمقعد وهي تبقى عليها إنها تخدمه وتخدم سبع عيال والفلوس بتاعته تقل وحالة الأسرة تتدهور فبتقول لي والله أنا فاكرها اليوم دا قوي بتقول لي بمقاييس الناس كلها إحنا كان لازم نبقى فقر وكان لازم نوت مكوها بس بركة ربنا كانت معانا دايما فبقول لها إزاي الواحد يعرف بركة ربنا يعني إيه بركة ربنا قالتلي يعني لما ما يبقاش نقصك حاجة لما يبقى عندك أكل وأكل كتير وأكل حل وتقولي أنا كنت برابي تيور وكنت بزرع الأعشاب بتاعتي بحطها في البلكونة وكنت بشتري وبدبق وانزل أشتري حاجات بالكملة وأروح مش عارف فين أجيب إيه وأجيب لهم الجبن الرومي معرفش منين والكلام دا كله مشوفوا أنا كنت صغيرة وعدت فكرت قلت أوه الست دي وجودها في البيت دا كان سبب البركة إيه دا هو أنا ممكن في يوم الأيام أبقى أنا سبب البركة في حياتي وحياة أسرتي سواء أسرتي بابايا ومامتي أو سواء أسرتي أولادي وجوزي لقيت أن آه عدت الأيام والسنين وكانت مامة صحبتي سيدة مسيحية مصرية جميلة من شبرة كنت بحبها قوي ربنا يعفو عنها ويشفيها وكنت بحب أروح أزورها وأعود معها وكانت دايما تقولي يبركك الرب يبركك ربنا يبركك ربنا فكت أقول لها يا طانت إحنا بنقول يبركلك أنتو بتقولوي يبركك هل في فرق؟ فراحت قالتلي آه يبركلك يعني ممكن يجيلك البركة من برا لكن يبركك تبقى البركة من جواكي واو دي مفهوم حلوة أو عدت الأيام تاني ورحت مع مجموعة من الأصدقاء الكنديات هم بقى وبردو بيروح الكنيسة بتاعتهم وبيدرسوا في الكنيسة بتاعتهم وعرفوني على حاجة اسمها The Proverb 31 Woman عندهم آية من الآيات رقمها 31 في الإنجيل آية كبيرة مش فاكرة عني إنجيل فيهم آية كبيرة وأنا نزلتها وحملتها وقارتها كتير جدا جدا بيتكلم على على سيدة كانت عايشة في هذه المدينة وإزاي إنها كانت بتصحى من النوم بدري وتتفقد أحوال بيتها وكان عندها سيرفنس كان عندها خدم كان عندها ناس بتخدمها زي ما احنا بنجيب الست فلانة بتنظف لنا ومشو عارف إيه والكلام دو وحتى كمان الناس اللي بتصلح لنا السباكة والصنايعية والناس دول كلهم يعتبروا بيقدموا لنا خدمات فكانت تكلف الناس بتاعها وكانت تعتقد تغزل بيديها عشان تعمل لجوزها وأولادها هدوم حلوة وكانت تجيب أغلى نوع من الأصباغ اللي هو البربل اللي هو البنفسجي وزمان كان تصنيع اللون ده صعب قوي عشان كده كمان في درجة منه اللي هي الأزرق الملكي كان يخصوا بيه الملوك لأنه كان غالي جدا 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 فلما يبقى ملك لابس هذه الحلة بهذا اللون أوه دليل على الغنى والهيلمان والسطوة والكلام ده كله واشترت فينيارد تكعيبة عنب وراعة هذه التكعيبة وزودت دخل جزها والكلام دوا والآية بقول لكم طويلة لكن بتتكلم على تفاصيل حياة هذه السيدة وازاي إنها مثلا لما تبردت دنيا ما بتبقاش خايفة من البرد لأن هي طول الفترة اللي فاتت كانت بتغذل بأديها هدوم تقيلة من الصوف عشان تدفي بيها ولادها فلما كنت بقرأ الآية دي في الإنجيل عادت أفكر السيدة دي موصفاتها إيه واسبكم مش عايز حد يقول لي أنت بتقري في ديانات تانية ومش عارف إيه وروح يقري في الإسلام والكلام ده لأنه بقيت كتبتلي على فكرة قبل كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه الحكمة ضلت المؤمن أنا بدور على الحكمة في أي حتة بلاقيها بتعلم منها فالسيدة دي بتتفقد راحة الآخرين بتشوف إيه اللي بيريح الناس اللي حواليها والناس اللي هي مسؤولة منها وتهيأ البيئة اللي حواليها عشان يعني تعمل لهم وسائل الراحة دي وكمان تعاملها مع جوزها باحترام وبفخر هو كمان فخور بنفسه عشان كده يقول لك بيقعد مع الألدرز مع كبرات البلد زي ما بيقولوا على البوابة وطبعا يعني تخيلوا زمان بقى في الميديفيال تايم في المدن اللي هي في فلسطين القديمة على بوابات المدينة والناس كبراء البلد اللي هم زي الدبلوماسيين دلوقتي ومجلس الشعب ومجلس الشورى والناس دول وهم قاعدين بينقشوا ويتكلموا عن الأمور السياسية في المكان ده فجوزها وحيلوانوا بلبسه الجميل رايح وقاعد مرتاح عشان مراته واخد بالها من بيتها ومن قصرتها ومهيقالوا الظروف بعد شوية كمان عثرت على سيدة بتتكلم على تنظيف البيت وعمل نظام في البيت والكلام ده كله ما عجبنيش النظام بالسيستم بتاعها قوي لان هي عملته وفقا لظروفها الخاصة ان هي كانت في ظروف خاصة معينة عملتها السيستم ده نجح مع بعض سيدات لكن معي انا ما نجحش فانا عملت انا عملت النظام بتاعي وهقول لكم بعد شوية انا عملته من ايه عشان تعرفوا ان انا عمري وبنسى قابل ان انا مهندسة مهندس ميكانيكا كمان شطرة السيدة دي كانت بتتكلم على ان في خلال اليوم في ساعة مباركة البيت مسمية تنظيف البيت مباركة البيت ان احنا نحط البركة في البيت بالتنظيف علشان كده ليه برجع تاني الحلم البنوتة الصغيرة حلم البنوتة الصغيرة ببيتها هل حلمنا ان بيتنا ده مكركب؟ هل حلمنا ان بيتنا ده متوسخ؟ هل حلمنا ان بيتنا ده رحت وحشة؟ هل حلمنا ان بيتنا ده في حجم قطعة؟ في حجم هرجلة؟ في حجم هرولة؟ لا طبعا كنا بنحلم ان بيتنا نظيف وجميل وحلو الكلام ده ولكن البيت اللي فيه حياة انت وقفة بتطبخي في المطبخ عشان تعملي اكل ليكي لازم تقول لي ديكي الاول بتعملي اكل ديكي ولولادك والجوزك طبعا لازم الحلل تتوسخ والمطبخ يتوسخ والكلام ده هل بقى هنغمض عينينا وفتح هنلاقي البيت نظف؟ لا محتاج يتنظف قعدنا ناكل على السفرة وابنك الصغانطوت الجميل اللي زي العسل ده لسه بيتعلم ازاي ياكل وقع ولغبط الدنيا وقع على الارض والكلام ده التنظيف اللي هتعمليه ده هو تمن انه هياد يتعلم ازاي ياكل ويعتمد على نفسه هو تمن انه بيتغزة وبيكبر وبتبقى صحته حلوة الوقت اللي انت وقفة مثلا بتكوي قميس لجوزك ده التمن اللي بتدفعيه ان جوزك يبقى شيك ويبقى نيق ويبقى راجل محترم ويبقى رايح شغله باين عليه باين عليه ان فيه ست من عمام مهنيان اه هو كمان لما يفكر اه يا سلام ده ابن راتي دي يعني مهنياني فعشان بيوتنا تفضل على الصورة الجميلة اللي كنا بنحلم بيها واحنا بدانيت صغيرين لازم يبقى فيه منتنازل وده بقى يدخلني في السيستم اللي انا حطيته لحياتي وده السيستم جاي من ميكانيكا وجاي من الورش والمصانع وجاي من اليابان هو اسمه الفايف اس فيه خمس كلمات يابانية بدايتها حرف الاس طبعا اخدوها في الغرب وترجموها والكلام ده كله لكن السيستم الاول بيبتدي بالصورت او بالتنظيم انتي النهار ده صحيتي لقيت البيت مهرج الاول مش عارفة تبتدي منين اقولك انا ببتدي منين هاتوا وراء وقلم ويكتبوا الكلام ده عشان اكتبوها يمكن تنفعكو على رأيي فقد المهندس في المصرحي ببتدي بقط النوم وببتدي بالصورت اللي هو التنظيم وبتدي الم كل حاجة مش موجودة في مكانها اي حاجة على الارد اي حاجة على الكونتر Hut والكومودين والتسريح على الكلام ده اي حاجة مش موجودة في المكانه وحطها في كورنر دلوقتي لسه حبوص فيها بعد شوية بس بلم كل حاجة مش موجودة في مكانها وحطها في الكورنر ده وبتدي cohen ever ارتب وحط كل حاجة مكانها بالصورة اهم شيء لقد يبقى السرير بعمل كده الاكبر حاجة موجودة في قط النوم مايبقاش مكعبش مايبقاش هو ده اللي بحط عليه الغسيل هو ده اللي بحط عليه مش عارف ايه ولما نيجي ننام بالليل نعود نرميهم على الارض والكلام ده وبعد كده بقى اجي للكورنر اللي انا جمعت فيه كل الحاجات دي واشوف الحاجات دي مكانها فين هدومة وسخة حطها في الغسيل هدومة نظيفة علاقة في الدوليب كبيات وازازة مية ومش عارف ايه عشان كنا بالليل بنشرب حاجة وبنشرب كباية شايف السرير والكلام ده اروح واخدها موديها مكانها وكل الكلام ده عملت السورت عملت التنظيم اجي بقى للتنظيف ابتدي ألم على الأسطح ولما تبتدي بتدي من فوق لتحت فأي سطح ألم معه ونظفه وشيلته ربنا عليه خفيف حاجات خفيفة ده مش ديب كلينين احنا مش بنعمل تنفط العيد وانا اتضفه بعد كده بالمكنزة وشو شو 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 اكنص وخلاص بعد كده اروح بقى للنقطة اللي بعدها اروح مثلا للصالة او اللي حتة اللي احنا عايشين فيها واتبع نفس الطريقة برد الثري ويبز اول حاجة ألم كل حاجة مش موجودة في مكانها في كورنر ومتعوديش راحة جاية زي الزجزاج لأ لمي كل حاجة ولما بمشي بمشي من اليمين للشمال واخد كل حاجة مش محطوطة في مكانها واجمعها في كورنر في القوضة بعد ما عملت كده ارتب بقى كل حاجة ارتب المخدات سوري الكاشنز الخدديات العفشة زقه في مكانه صح عندي مشكلة في الصور كل شوية التابلوهات تتحرك من مكانها ازبطها شوية وبعد كده اشوف الكومة كومة الحاجات اللي مش محطوطة في مكانها كتاب اودي المكتبة مجلة يا ترى هقراها تاني مش هقراها تاني لا خلاص مش هقراها تاني احطها في الريسايكل كبيات ومش عارف ايه اوديها المطبخ جزمة حد قلعها في نص الصالة واسابها اوديها تاني مكانها والكلام ده كله وارتب كل حاجة مكانها وبعد كده اجي المع واشيل التراب خفيف خفيف اللي طوله اوديها محركش حاجة في مكانها وبعد كده اكنز وادخل في اللي بعده وفي اللي بعده وبعدين اروح رايحة على الحمامات كويك وايب تصبيطة بسرعة وبعد كده المطبخ الكلام ده كله ما بياخدش ساعة فعلا نصدقوني ما بياخدش ساعة هتقولوا بيتنا مكركب اه صدقتي دي اللي بعدتلي رجعت ردت علي وقيتلي لا اصلا انت ما شفتيش البيت حالته ايه ومش عارف ايه السيستم ده لو مشينا عليه بكتير اسبوع البيت حيتعدل و سمي كده الساعة دي بدل ما هي شغل البيت وقارف البيت والكلام ده شغل بركة البيت شغل اه عكس نزع ايه شاية موتة قالت لها ربنا نازع منك البركة لا احنا عايزين ربنا يصب فينا البركة يحط فينا البركة فدي ساعة صب البركة في البيت و ونحط التوتشز بتاعتنا اللمسات بتاعتنا عشان البيت يبقى هادي طيب عندنا اولاد صغيرين نعلمهم بالراحة وبهدوء ونعملها كمسابقة يلا مين هيلم الالعاب يلا تعالوا نلم الالعاب ونحطها هنا وخصصي لهم مكان واحد بس يلعبوا فيه انا كنت بشجعهم ان هم يلعبوا في قضتهم ما دام ليهم قوضة هم يلعبوا في قضتهم ليه تشجعهم ان هم يجيبوا الكركبة بتاعتهم في كل انحاء البيت فعشان انا طويلت عليكم قوي والنهاردة شكلها هتبقى حلقة طويلة قوي اللي عايز اقولهلكم ان احنا السيدات في البيوت هي البركة هي البركة في حياة هذه الاسرة سواء ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا او زي ما مامي الصديقتي قالتلي يباركنا نبقى احنا مصدر البركة وعلى قدينا تيجي البركة في المكان ونعمل الكلام ده بحب وزي ما بقولك افتكري حلمك حلم البنوتة السغيرة وشوفي الواقع بتاعك مختلف قد ايه عن الحلم وحاولي كل شوية تقربي منه ودي عملية محتاجة كل يوم احنا في الصيانة في المصانع في المصانع وفي الشركات كنا كل يوم لازم نشوف المكان وحالة المكان واللي عايز حاجة والمكان اللي محتاجة حاجة تتغير والكلام ده في الشركات لازم المحاسب كل يوم يراجح حسابات الشركة ويشوف اللي داخل ويشوف اللي خارج اي مكان اي مؤسسة اي منظومة لازم يكون لها صيانة دائمة لو توقفنا عن صيانة هذه المنظومة هتبتدي تخرب وتبتدي تبوز الدنيا ما بتتكركبش قدامنا ما بين يوم وليلة الكراكيب بتسحف شوية 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 وتعشش في الكورنر ده شوية والكورنر ده شوية والسطح ده شوية والسطح ده شوية فاقبلوا دعوتي ان احنا نرجع نحب بيوتنا تاني واعملوا السيستم اللي انا بقول لكم عليه سيستم بسيط جدا وابتدوا انا بقسم البيت مناطق قط النوم دي زون منطقة الصالة او منطقة الحمامات منطقة وباخدهم واحدة واحدة وبعمل في الاول ايه برمي كل الكراكيب وكل حاجة مش موجودة في مكانها برمها في كورنر بنيرتب وزبط وهيأ كل حاجة والكورنر ده اللي مليان باللانة الحاجات اللي انا لميتها احط كل حاجة مكانها ولما بنظف واكنس الارض يمكن في الاول تاخد منكم اكتر من ساعة على حسب وضع بيتكم لكن شوية شوية صدقوني هتاخد ساعة او قال وتبقى دي ساعد وبركة بيتك بدل ما تقولي انا بنظف بيتي انا بصب بالبركة في بيتي انا بجيب البركة لبيتي واعتقد اعتقد ان كل واحدة فينا عندها ربنا زارع فيها وفي قلبها كأنثة الرحمة وحب الجمال وحب الترتيب والتأنق والشياكة والحلاوة وكل حاجة طولت عليكم اشوفكم بكرة ان شاء الله اعاوز اكلمكم على النظام الياباني اللي كنا بنستخدمه في الشركات وفي المصانع واستفدت منه جدا 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 في بيتي النظام خمس خطوات الخطوة الاولانية سورت يعني افرز افرز كل حاجة موجودة في المكان وخلي بس الحاجات اللي تخص هذا المكان تاني خطوة رتب رتب كل حاجة في مكانها او رتبي كل حاجة في مكانها بشكل يخليكي توصل لها بسرعة تالت خطوة شاين او لمع نظف امسحي التراب لماعي الإزاز نظفي مكانك نظفي مكانك الخطوة اللي بعد كده ستاندردايز اعمل بقى سيستم سيستم يومي اسبوعي شهري عشان يستمر الحفاظ على المكان آخر خطوة هي سستين يعني اعمل الكلام ده يوم ورا يوم ورا يوم هو ده السيستم اللي أنا زبطت بيه بيتي وحياتي وفرق كتير جدا جدا بحاول كمان اعلمه شهر موسيقا موسيقا full موسيقا اشتركوا في القناة